بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام وعليش صرح المرسلين نحصل اليوم في شابتر 7 نشوف اليوم الكتشر الأخير الكتشر 2 نشوف فيه xls write command xls read command xls read command xls write command معناها هنا أنا وديك variable معين هذا variable A أو array A مصفوفة أو أي شيء وديك تحفظولي في file excel يكون اسمه تحدد له الاسم هنا ويكون في الصفحة الأولى بما أنك ما حددت له هنا أي ورقة طبعاً وحيبدأوا من اللي هي الخلية رقم A1 ممكن يجيب إذا عندك أي file excel آخر فيه data معينة ممكن يجيبه وأخذ data اللي موجودة فيه عندي عن طريق xls read بس تحتاج ويكون .xls طبعاً حيجيبهش بماني ما حددت هنا أي شيء يجيب الفيرست ووركشيت من الفايل نيم مثال نفس المثال اللي كان معنا لكن أنا عندي هنا الأف حفظتها في فايل اسمه xls xl1 .xls ودي بس الفايل اللي هو variable name اللي هو ما ودي .x ولا .x شوف عندي على المتلاب نفس نفس البرنامج اللي كان عندنا لاحظ هنا ما عندي شيء .xml .xl1 ما هو موجود هنا لما أنفذ هذا البرنامج سيظهر هنا فايل اسمه .xls فإننا أنشأنا هذا الفايل .xls عن طريق المتلاب من داخل المتلاب حسنا؟ هذا هو موجود موجود أصلاً عندي أنا على شرق تفسفين على المكان اللي تحفظه هنا هو يكون موجود فيه إذن أفتح هذا الفايل هنا لاحظوا أنه الـ data بدأت من A1 وموجودة على الورقة وشيت رقم واحد كيف ممكن أن يجيب هذه الـ data هذه الـ data اللي موجودة في هذا في أي فايل اكسل آخر فايل عندك اكسل وجبت لي يعني تقولي أنا وديك تأخذ الـ data اللي موجودة هنا علشان نستخدمها فيما تلاب بعدين نفس البرنامج اللي كان عندي هنا على الـ excel هنا لكن ما أعمل write ما أعمل كتاب لا أنا ودي أعمل read excel read لما ضغط هنا نروح جايب لي كل الـ data اللي موجودة في أكسل read كي أنت أصلا حفظت فيه الـ F اللي هي قيمتها X والـ Y إذن من الصفر إلى عندي هنا من الصفر إلى إلى 100 واللي هو تربيعها هنا اللي هو هذه X والـ Y اللي هي تربيع خلاص خلاص نحن نشوفنا كيف ممكن نعمل لك على الأكسل هنا نفس الشيء لكن ودي أحدد لك الـ sheet الورقة اللي ورقة اللي على الأكسل ودي مثلا الورقة رقم 2 و 3 و 4 specified worksheet نفس الشيء لو ودي أقرأ ممكن أقرأ من sheet معينة يعني sheet رقم 2 أو 3 أو 4 أحدد الودية لحظة أنا هنا زدنا إيش؟ زدنا الجي هنا X Y Z في عندي ثلاثة هذه الودية تنحفظ فيه فايل اسمه XL 2 تحط لي فيه J هذه لكن تحطها في الورقة رقم 2 في sheet رقم 2 نروح إلى الـ Excel نحفظ أن هذا البرنامج موجود عندي هنا الجي تحط لي في sheet رقم 2 ننفذ هذا البرنامج حسنا إذن هذا موجود عندي في فايل هنا لاحظ أولاً قبل ما نمشي هنا لاحظ أنه أنشأ لي XL 2 هنا ممكن أن أدخل أشوفه هنا XL 2 لكن لاحظ الورقة الأولى ايش فيها؟ sheet رقم 2 ما فيها شيء هو حطه في sheet رقم 2 إذن أنت حددت له المكان اللي ودك ينحفظ فيه طب هل ممكن نجيب الداتا هذي؟ نعم أحدد له كمان أي فايل أكسل آخر أقول له أنا أريد من أكسل الفايل اللي هو XL 2 لكن أريد أن تعطيني sheet اللي هي الثانية data اللي فيها استخرجها عندك على المثل كيف أفعل هذا؟ عندي هذا هنا XL لاحظ هنا XL read XL 2 أنا أريد sheet رقم 2 لاحظ سيعطيني data كلها ليش هنا أعطاني ثلاثة عمدة؟ ليش؟ لأنه أنا أصلاً استخرجت الجي الجي هي اللي استخرجت هنا هي الموجودة في هذا sheet رقم 2 وكم فيها data فيها x فيها y فيها z السلام عليكم ورحمة الله وبركاته